هذا وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفدة المرافقة لهما في حادث تحطم المروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية وبعد عثور فرق الإنقاذ على حطام طائرة الرئيس أظهرت الصور أن الطائرة تحطمت على قمة جبل وأنها احترقت بالكامل بدوره أعلن الهلال الأحمر الإيراني العثور على جثمين جميع ركاب طائرة التسعة حيث كانت تقل أيضا مسؤولين اثنين إلى جانب رئيسي وعبداللهيان إضافة إلى خمسة بين مرافقين وطاقم المروحية وأكد الهلال الأحمر أنه سيجري نقل الجثامين إلى مدينة تبريز حاصمة المحافظة بدورها أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية إرنى أن مراسم تشيع جنازة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه ستقام غدا في مدينة تبريز موضحة أن الجثامين سيتم عرضها على الطب الشرعية بعد عمليات بحث مكثفة استمرت لساعات خلال الليل وفي ظروف جوية صعبة بالغة البرودة والضبابية أعلن رسميا عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما والوفد المرافق لهما في أثناء عودتهم من الحدود الأذرية فرق البحث الإيرانية كافحت خلال الليل عواصف ثلجية وتضاريس وعرة في منطقة ورزقان الجبلية بمحافظة أزربيجان الشرقية لتتمكن في النهاية من الوصول إلى حطام الطائرة في الساعات الأولى من الصباح بحسب جمعية الهلال الأحمر الإيراني فإنه عند العثور على موقع التحطم قرب حدود أذربيجان لم تكن هناك أي علامة على أن ركاب المروحية على قيد الحياة بعدها أعلن الهلال الأحمر أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث الرئيس ووزير الخارجية وثمانية أشخاص آخرين بين مرافقين وطاقم الطائرة ليتم نقلهم إلى تبريز مركز المحافظة معلنا انتهاء عمليات البحث وعاقب تأكيد خبر الوفاة أصدرت الحكومة الإيرانية بياناً أعقب اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء أكدت فيه للشعب الإيراني أنها ستواصل العمل من دون أدنى خلل في إدارة البلاد فيما أعلن مجلس صيانة الدستور تولي محمد مخبر دازفولي النائب الأول للرئيس مقاليد حكم البلاد مؤقتاً بعد موافقة المرشد علي خامنئي ترجمة نانسي قنقر